أهلا بكم من جديد مصر فيها أهرامات ثقافية لا تقل عن الأهرامات التاريخية أهرامات تشهد لها أجيال وأجيال بالريادة والرقي والإبداع من هذه الأهرامات دار المعارفة اللي تجاوز عمرها 130 سنة قدمت خلالها عشرات الألاف من عنوين الكتب والإصدارات القيمة اللي تربينا عليها وتعلمنا منها كل ما هو إنساني ومهني ووطني بالصدفة القائم على هذه الدار العريقة الآن هو أيضا رئيس اتحاد الناشرين المصريين اللي بيلعب دور مهم جدا خلال هذه المرحلة في صناعة النشر بواجه عام وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب بواجه خاص وكلاهما فيه ما فيه من التحديات والصعوبات والأمال ضفنا في هذه الفقرة هو الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف أهلا بيك أستاذ سعيد أهلا بحضلك دكتور أنا مشارف جدا أنه أنا أحورك النهاردة لأنه حارتك زي ما قلت بتمثل يعني موقعين في غاية الأهمية النشر ودار المعارف العليقة وإنا بعتز بيها بشكل شخصي لأنه أتربيت على كتبها يعني ودار المعارف تاريخ الطويل من 1890 حتى الآن صحيح 130 سنة 130 سنة تقريبا طبعا خليني أبتدي من الدايرة الأوسع وهي النشر والسؤال اللي بيفرض نفسه في الفترة دي وفيه تغيرات كتير جدا على مستوى العالم وأيضا حتى على المستوى الداخلي إزاي بتواجه تحديات صناعة النشر في هذه المرحلة؟ والحقيقة يعني الموضوع كبير جدا طبعا التحديات كتيرة جدا من فترة طويل إيه أهم مسلاح بتتسلحوا بي دلوقتي في مواجهة هذه التحديات؟ أهم الإصرار والإصرار لا نملك إلا الإصرار على مواصلة العمل من أجل مهنة سامية مهنة بترب الأجيال وبتبني الإنسان ولها أثر كبير جدا مش على فكرة مش على مصر على كل متحدثة العربية في العالم كله مصر دي يعني ممكن النشر أحد أزرع الأهم الأزرع للقوى النعمة صحيح اللي الحقيقة بنتميز بيها بين دول المنطقة إيه أهم تحدي بيواجهكم في هذه المرحلة؟ أهم تحدي في المرحلة دي الحقيقة مستلزمات الإنتاج مستلزمات الإنتاج الحقيقة بقالنا فترة طويلة مصر لا تنتج مستلزمات الإنتاج ولا حتى بعض الدول أو معظم الدول العربية مستلزمات الإنتاج اللي هي متمثلة في الورق والأحبار والزنكات والأفلام وهكذا وقطع غيار الماكينات أو الماكينات طب دي كلها مدخلات صناعة للأسف إحنا ما عندناش يمكن أكتر من المصنعين اللي هم بيعملوا الآن هو ملك الدولة اللي اقتاركت بتاقيت في إنا وهم بينتجوا نوعيات معينة منكلم عن الورق وبنكلم عن ألواح الزنكة عن الورق بس الورق الورق هم الشركتين دول بينتجوا ورق أبيض 80 و 70 جرام فقط في واحد أكثر نسبة البياض أعلى يعني وفي واحد أقل شوية للأسف دول بيغطوا من 15 ل 20% من احتياجات السوق والباقي بتوفروا ازاي؟ والباقي من خلال الاستيراد الاستيراد زي ما تأثرنا في الفترة اللي فاتت من مافيا المستوردين ومحتكري أو صانع الأزمات في السوق على فكرة الزيادة اللي موجودة زيادة غير طبيعية زيادة في الأسعار صحيح النهاردة بقى فيه برصة للورق بالساعة كنا دايما بنستورد الورق من تايلند احنا بنستورد من دول كتير بنستورد من أوروبا بنستورد من الصين بنستورد من بلغاريا بنستورد من روسيا بنستورد جروه شرق أسابي ببعض في مرحلة أعتقد في التسعينات كان في مشروع تم لطباعة كتب كثيرة جدا بورق هو دشت في الواقع وكان حتى لونه أصفر شوي فعملت منه مجلدات كثيرة هو دا الورق هقول لحظة ليه هو دا الورق بتاع الشركة التاني اللي هي شركة ادفو هو الأقل ولقوا كان وقتها سعره إلى حد ما مناسب اه اخترين بيها وقتها مجلدات كثيرة للأسف مدخلات الورق حتى صنعة الورق اللي موجودة دلوقتي عندنا فيه لوب الورق لوب الورق بستورد وحصل أكتر من أزمة أنه لما حصل أزمة دخول المستلزمات من الجمارك والكلام ده في المواني كان لوب الورق جزء من المشكلة مش قادرين أنه يخش لوب الورق وبالتالي كانت المصانع مهددة بالتوقف وفيه فعلا يعني حدث توقف الولى تدخل الدولة وفي الإجراءات الأخيرة فدخل الحاجات دي ودخل برضه يعني ممكن شركة منهم اللي هي ادفو اشتغلت على مصاصل أصب وبقدر إمكان كمنتج محلي وعشان كده بيطلع فيه اللون الأغمأ شوية الأصفر شوية ولكن مع الأحداث اللي موجودة وتعويم الجنيه اللي استيراد بيقل لا الكمية القيمة بتاعت الطن ارتفعت كنا في كام وبقينا كام داخليا كمان الداخلي الداخلي زاد حوالي 60% انت متخيل ان انا عامل حساباتي على كذا يعني احنا كمؤسسات صحفية مثلا او بعض المطابع اللي موجودة في مصر وعددها يمكن اكتر من 100 بيشتغلوا لحساب وزارة التربية والتعليم طبع للأسف بعد ما قدمنا الأسعار وبدأنا نشتغل الترمي الأولاني والترمي التاني للأسف انه الأسعار زادت 60% او اكتر وفي تعاقدات دفع انصر واحد ولازم توفي فعندنا خساير في هذا العنصر وتحملتوه وما نقدرش نقف لان ده التزام ادبي وقوم طوضوا ده ازاي سعيد من العمل التجاري ومن مصادر اخرى اعلانات في انا عامل وكالة اعلانات في دار المعارف على اساس ساعدني في يعني دورة رأس المال وزديني جزء من السيولة ولكن ده مش الحل كله والتصدير يعني انا لنا دلوقتي الحمد لله لنا تواجد في السوق العربي بشكل جيد جدا في نشر مشترك وتعاون مع دول كتيرة يعني انا الاول مرة اطبع لليابان يعني اليابان صعب انها تطبع برا برا ودي يعني اليابان تكلم عن دار المعارف اه لما تتكلم على اللي هو المؤسسة جابان فونديشن دي هي المقر الشرق الاوسط هنا في القاهرة طب بعد سنتين تفاوض ادرت ان انا اقنعهم ان انا اقدر اقدم جودة تضاهي الطباعة في اليابان وحدث الحمد لله وطبعة تعليم اللغة اليابانية للجامعات والمدارس اليابانية اللي موجودة يعني لازم اشهد انا صحفي في المقام الاول وابن مؤسسة قومية ايضا فلازم اشهد ان احرتك عملت بتأكيد طفرة في دار المعارف طفرة تستحقها هذه الدارة العريقة لكن خليني اتكلم واحنا عندنا ازمة ورق سواء في المؤسسات الصحفية لا في الناشرين بصفة عام او بالنسبة لمجال الناشر ايه مدى الاتجاه نحو التطبيقات الالكترونية تطبيقات القراءة احنا يعني هقول لك لا يمكن لا هو مش بديل كامل ما اقدرش ان انا اشتغل في هذا الاتجاه فقط وان انا احرم العديد يعني ملايين من القراء على مستوى الوطن العربي محتاج الكتاب الورقي على فكرة ما زال الكتاب الورقي مترابل على العرش بالرغم من بداية الرقم كان في زيادة شوية في معدل النمو الآن الكتاب الورقي مطلوب ولكن لجأنا لبعض الحيول الناشرين اللي هو بيشتغل على بدل ما بيطبع كميات خفض الكميات شوية وبدل يشتغل على print on demand اللي هو الطبع حسب الطلب فبدل ما بيطبع خمسمية فبدل يشتغل على يعني بالخمسمية دول يعمل عشر عنوين او عشرين عنوان في كمية اقل ولكن ليس هذا الحل ده حل مؤقت للعبور من الازمة الحل المفروض انه يبقى عندنا صنعة ورق ونتوسع في الكلام ده كله لان احنا بننتبنه واحد المشكلة في عندنا عشرات انواع مش موجودة في ورق بلق في ورق كريمي في ورق كذا في اغلفة الكتب كلها الورق الكوشي مستورد بالكامل والناشر بيطور عمله يعني ما بقاش يشتغل على الورق الابيض فقط انه عاوز يطور نفسه مع القارئ انا بعتبر الناشر الرقمي رافض جديد للناشر الورقي هو بالتأكيد هيصبح في اهتمام ثقة معينة من الجمهور هو دخل هو دخل جديد اضافي لان انا بقى يعني انا الاساس الورقي هو بعمله رقمي وبنشتغل صوتي كمان يعني لم ناخذ امام التكنولوجيا بنشتغل في كل الاتجاهات اه ده بياخد شريحة جديدة هل تدعموا المبادرات دي احنا شغالين انا اقول لحضرتك انا يعني اولا بالنسبة لمعظم الناشرين اه دخلنا في يعني في شريحة تصل اكتر من 25% شغال كتاب رقمي مع الورقي في شغال كتاب الصوتي ايضا ولكن محدود مش بالكمل كبير صحيح لانه مش كل الناس بترحب بالصوتي بس اي مكن جيدة اقافة برضو محتاجة توعية محتاجة وقت محتاجة وقت ولكن هقول لحضرك على حاجة المحتوى هو الاساس كلما كان المحتوى جيد كلما استمر في اي قالب اي قالب ايا كان وما يستجد الله اعلم ايه اللي بيستجد في تكنولوجيا لو انه من عشر سنين ما كناش من انتخيل رقم او الصوت بس انا لازم اقول انه فيه طبيقات لقراءة بدون ذكر اسمائها بتديلك احساس ان انت ماسك كتاب بالفعل بما فيه حتى المؤثرات الصوتية للصفحة وهي بتدخل اللي هو الاباب احنا احنا انا عندي مركز في دار المعارف لتحويل الكتاب صحيح من ورقي الرقمي وحولت الحمد لله اكتر من 8000 عنوان حتى الان اتعارف ذخير دار المعارف اكتر من 35000 عنوان في خلال الفترة الطويلة دي طب فالان انا بنتج الاتنين مع بعض ورقي ورقمي في نفس الوقت الكتب القديمة انا كنت حاسق لحضرتك الحقيقة عن التراث الكبير اللي بتملكه دار المعارف والارشيف العملاق واتجاهكم لرقمنة هذا الارشيف هل من ضمنه الاصدارات القديمة؟ انا عامل احياء تراث دار المعارف القديمة بطلب من كل صديقه من خلال هذه المناصة الجميلة المنتشرة على نطاق واسع ان كل ما لدي اي كتاب قديم من في دار المعارف انا عندي مكتبة كبيرة انا مستعد لو مش عندي حقض رعيد طبعه وحقول لحدك بعض الدرر والحاجات اللي انا رجعتها يعني انا في انا بدأت بمجلة الكتاب ودي كان بتصدر في دار المعارف من سنة 45 سنة 52 وجبت نسخة الحمد لله من يعني من احد الاصدقاء وديتها لدكتور جابر عصفور عمل لها مقدمة عشرين صفحة هي اتناشر مجلد ويمكن قال كلمة لطيفة كده انه لو يا سعيد ما عملتش في حياتي غير دي يكفيك انجز كبير طبعا ده حمسني ان انا عم اجيب حاجة تانية جبت مجلة اسمها مجلة الظهور دي كان بتصدر سنة 1910 من دار المعارف لرئيس تحرير انطوان الجميل اشتغلنا عليها والحمد لله ان شاء الله تكون موجودة في معرض الكتاب اربع مجلدات وعمل لها المقدمة دكتور صابر عرب بس حراتك لما بتقول بتواجه نداء لكل من لديه مطبوعات قديمة من دار المعارف انه هو يساعدكم بيها هل ده معنى انتم مش محتفظين بكل الاصدارات القديمة؟ انا ابن دار المعارف الان اللي على المنصة او رقمي وبعضه ورقي 8000 وكسور ويمكن اشتركت مع وزارة الاتصالات في منصة كديدة هتطلق ان شاء الله عليها المحتوى بنبدأ بالمؤسسات الصحفية عليها كل محتوى المؤسسات الصحفية طب لو في حد من اللي بيسمعونا دلوقتي عنده مكتبة من اصدارات دار المعارف القديمة وحابب انه يساعد بيها يدهلكم هتستعينوا بيها وترجعوا له مرة تانية انا بدي بص اول حال يوصلوكم ازاي؟ بدي يعني تليفوني موجود على دار المعارف 1119 كورنيش النيل كويس انا لو حضرتك فيه كتاب انا اخدته من حضرتك انا بديك الطبعة الجديدة خمس نسق منه عزيم المجلدات الكبيرة دي انا اديت لكل من يعني مديني بحاجة اديته خمس نسخ من المجلدات الجديدة بس النسخة القديمة مش هترجع له النسخة القديمة لان انا بشتغل عليها لا مش بحتفظ بيها مسألة بشتغل عليها فبتبقى يعني اتفكت اه طبعا في لسه يمكن من يومين فيه كتاب السوداء في سنة 52 المنتخب في أدب العرب ده كم تعدر المعارف عصرت عليه الحمد لله أربع أجزاء وان شاء الله هنطبعه قريب فيه كنوز كتيرة جدا وبعدين فيه حاجة تانية اذا كنا متدور على التراث اه اه انا نداء يا ميك من خلال حضرتك هنا اه وزارة الثقافة دار الكتب دار الكتب لديها من المخطوطات ومن الارشيف للتراث العربي والمصري اه لا يوجد في اي مكان لا في اي مكان في الدنيا المتداول من كتب التراث حتى الان ناشرين عرب ومصريين لا يزيد عن 10% من المحتوى الموجود ودي قضية كبيرة جدا فالنهاردة بدل من يعني انا وحضرتك نعيد طبع كتاب معين وما زلنا هتلاقيه في بيروت وحتلاقيه في الرياض وحتلاقيه هنا في العشرة في المية احنا بنلعب في حلقة دياءة طبعا عندي 90% المسكوت عنه انا عاوز 90% دولي بتاحه من خلال اتحاد الناشرين الناشرين المصريين وحد يحقوه لدار الكتب كأنها هي الناشر وكأنها هي المؤلف وديها نسبة وامد الناشرين المصريين انه نقدم ترسنا من خلال لان الهدف هو مصلحة القارق وحافظ عليه في مصر يبقى من خلال الناشر المصر دي المبادرة ارجو ارجو انها يعني يستجاب لها وحنلاقي اوعدك ان احنا هنتابعها اوعدك ان احنا ان شاء الله هنتابع هذه المبادرة وحنتكلم مع دار الكتب ان شاء الله في الحلقة اللي جاية حضرتك تقف بقدم في دار المعارف وبالقدم الاخرى في اتحاد الناشرين المصريين ومن خلال الاتنين في معرض القاهرة الدولي للكتاب احنا متكلم عن تحاول رقمي في صناعة الناشر ايضا في تحاول رقمي في معرض الكتاب كلمني عنه حاولها في الحياة فيه جهد كبير جدا بتقوم بالشركة المتحدة في هذا المجال تعملت المنصة من حوالي ثلاث سنين كان في طور التجارب سنتين السنة اللي فاتت كان لها شكل طيب جدا لانه احنا كل سنة بنطور في اللجنة العليا بنشوف ايه الفيدباك ونحاول نحل المشاكل اللي بنتعرض لها السنة دي بتوفر على المنصة مفروض نداء لكل ناشيرين المصريين ان نحط كتبك على المنصة نزل كتبك على المنصة لان فيها حاجات كتير جدا فيها رقمي وفيها ورقي ممكن اوصل الورقي لأي مكان هي العام الكتاب بتقوم بدور وانا بقوم بدور وهيئة البريد بتقوم بدور ان انا ممكن من خلال مصر تصلب اللي انت عاوز ورقي يصلك للمكان للمكان اللي انت عاوز حاجة تانية من الشركة القومية للتوزيع دي شركة مؤسسة صحفية برضو تتبع الهيئة الوطنية للصحافة انا اي قارئ انا عامل مكانين في المعرض اي قارئ في اي مكان في الدنيا طلب الكتاب واشتراه من معرض القيارة ممكن نشحنه الاسطراليا او ادي امريكا اي مكان في العالم خد احتياجاتك في معرض القيارة تصلك في اي مكان داخل مصر او خارج مصر بتوزيع لديرة الزيارة احنا بنقدم حاجات كتير جدا ده للقارئ في اي مكان في حاجة تانية 30% لزول الاحتياجات الخاصة في عروض خاصة في معرض الكتاب من كل الناشرين وفي من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الصحافية من 2 جنيه لغاية 20 جنيه ستجد مجموعة من الكتب تقدر تقتنيها عاملين مبادرات كتير عاملين حاجة مع بنك مصر اللي هو اتاحة التأسيط لانه ظروف الاقتصادية صعبة جدا فبدل ما تخش المعرض تشري خمس كتب او تقلل في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي فانا بتحلك التأسيط لأول مرة زي ما بتخش الهيبر ماركت بتشري او محل ملابس او كده لا خش معرض الكتاب ومن خلال هذه المبادرة اللي موجود فيها بنك مصر معنا هتاخد احتياجاتك على سنة بدون اي اضافات يعني دي كلها مبادرات مهمة جدا بزاد في الظروف الاقتصادية الصعبة ولتشجيع القارئ على انه هو ينهل اكتر من روافد المعرفة في المعرض الكتاب دور النشر الصغيرة بتساعدوها ازاي؟ اقول له حضرتك يمكن هما جزئين فيه دور نشر يمكن لسه ملتحق قبل مقابل الاتحاد بقاله سنة او سنة ونص انتاجه لا يتعدى لخمسين كتاب وبالتالي مقدرشي انه مش مستوفي الشروط فهنا عملنا جناح خاص بالتعاون مع الهيالة لما الكتاب انه اتحاد النشرين هيتبنى الزملاء دول ويعرضوا انتاجهم بالكامل يبقى اذا ما فيش حد برا المعرض كل ناشر مقايد في الاتحاد هيبقى موجود في المعرض فيه نقطة من التحديات اذا ازنتلي او زراجع لها اللي هو ما فيش منتج في الدنيا ما عندوش منافس توزيع كافية مصر اكتر من 100 مليون 110 مليون عندنا الرقعة واسعة كمحافظة عندنا للأسف حوالي 400 مكتبة هال 400 مكتبة يغطوا احتياجات الميت مليون مع انه هذه المكتبات يعني دايما هتلاقيها في القبين القايرة واسكندرية وبعض المحافظات بحر يمكن فروضر معرف بس اللي في قبلي مغطية والعريش احنا المكتبة الوحيدة اللي في العريش احنا المكتبة الوحيدة اللي في اسوان وهكذا لكن هذه المنافس اللي هي تكفي قد ايه عاوز تشتغل وعاوز تطرح انتاجة لازم يبقى ظاهر ظاهر من خلال مكتبات ومنافس توزيع مختلفة طب ففي مشروع الحياة انا يعني عنيت كتير وبقالي كم سنة بطرحه اللي هو زي ما عملنا شارع تلاتين ستة للمأكلات والشباب ويعملوا مبادرة بتاعتهم والدولة عملتهم مشكورة انا عاوز تلاتين ستة للثقافة تلاتين ستة شارع في كل محافظة يبقى شارع مكتبات وعندنا التمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قالوا نتبنى هذا المشروع ونموله طيب انا محتاج بس من وزارة الحكم المحلي والحياة الكلام ده انا يعني عملته اكتر من مرة مع قنوات كتيرة والاسف مش لقى استجابة هعاود طبعا مع معالي وزيرة الثقافة الجديدة اتمنى اللي هي الحالية اتحاول انه اقدم هذا المشروع لكن محتاج تضافر من اكتر من وزارة الداخلية عشان الترخيص والحكم المحلي مع وزارة الثقافة لانه احنا عندنا قرس كبير وعندنا انتاج كبير هل متخيل اكتر من 1000 نشر يعرضوا كتوبهم في 400 مكتبة طب انتاجهم يزيد عن 20000 كتاب في السنة برضو ده استي سعيد ربما محتاج لحملة لترغيب الشباب في القراءة في اوروبا لما بنسافر بنلاقي في وسائل النقل العام لوحات اعلانية عليها ابيات شعر مقتطفات من روايات لترغيب الجمهور في القراءة وبنلاقيهم فعلا مسكين في المواصلات كتب بيقروا احنا محتاجين اعتقد ده هنا وده يمكن دور اتحاد النصرين بس هو يمكن الثقافة بتختلف بين هناك وبين هنا الكتاب من السلع انا بسميه موجود في التسويق من سلع الاستقراب سلع الاستقراب اللي فيها الحاح في العرض الحاح في العرض يعني حضرتك لو عاوز تشتري ساعة او تشتري بدلة فانت عارف البراند او المكان بتروع عليه على طول انما الكتاب انا اذا شفته هنا يمكن ما قربش على المنفذ المرة التانية المرة التالتة فبفكر اخش المنفذ هذا الحاح في العرض طالما نتواجد مكان ثابت هو ده اللي هي بيحرك للجاس وبعدين المحافظات اخرج برا القاهرة والاسكندرية جميع المحافظات محتاجة ثقافة محتاجة قراءة بلكن يعني بتعاني فيه مشاقة كبيرة جدا للوصول احتياجاته وده بيبان في معارض اللي احنا بنقيمها اذا كان مع الاتحاد او معارض لدار المعارف او المؤسسات الاخرى كل ما بتخش في قبلي هتلاقي القدرة قليلة والرغبة كبيرة جدا وده لازم اوفره الكتاب المناسب له احنا جاهزين ده الكلام ده فيه محافظات بحري فمفروض احنا اللي نسعى على الناس وعشان كده عملت مبادرة اسمها أسرة تقرأ أمة تنهض دي بتنقل بيها في كل مكان لانه لو الأسرة يعني اهتمت بالقراءة هتلاقي جيل جديد مختلف تماما وبالتالي الأمة بس الحرب مش سهلة لانه السوشال ميديا جارفة اه اعلم ولكن المعلومة اللي في الكتاب معلومة موصقة حقيقية اكيد بدلا من الشائعات والحاجات الكتير او اللي بتبسلينها من خلال السوشال ميديا وبتوجه الناس في التباهات فده بيضاعف مسئوليتنا كمان لابد من التصدي للكلام ده كله بشيء حقيقي على الارض الكتاب مسئوليتك مسئولية المؤلف ومسئولية الدولة ومسئولية الناشر فلازم يعني ننتشر على مستوى الجمهورية لازم نقدم لازم هذه الصناعة تدعم الناس دي يعني كلنا بنتكلم ان صناعة الناشر في المؤتمر الصحفي بتاع المعرض الكتاب كلمنا انها صناعة ومعالي وزير كلمه ولكن للأسف الدولة حتى هذه اللحظة لا تعترف انها صناعة طب كيف يعني يعني تواجه اللي تنبه بعض انه في بنقر انها صناعة ولكن في الواقع ما فيش لما الدولة دعمت صناعة صناعات المتضررة من كورونا في أزمة كبيرة زي كورونا لم نجد لنا مكان لان احنا غير معترف بنا كصناعة طب مين بيتولى الناشر ده مين بيرعاه فيش غير النقابة بتاعته أو الاتحاد بتاعه ويعني ايده مغلولة ليس لديه موارد أكثر من اشتراك الناشر حقيقة لازم اعترف انه مبادرات حضرتك دايما مبادرات جريئة وثورية والمشروعات كلها مشروعات فعالة ومؤثرة على الأرض بس كان فيه مرة مشروع كده أثار بعض الجدل على السوشي ميديا كان فيه صور متدولة لمعرض داخل دار المعارف لبيع أعتقد الأدوات المكتبية كان إيه الهدف منه؟ هدمة دار المعارف هدمة دار المعارف ده الهدف من نشر الصور دي ايه لكنها ليس بصور حقيقية الحقيقة أولا إدارة الفيسبوك كسبت الخبر ولغيت الخبر كل القنوات أنا دعيتهم يروحوا فرعا بكالإسارات لما تكون المحكمة الدستورية أصدرت قرار بعدم استمرار الجهات الاعتبارية كمستأجر بعد خمس سنوات فيه مرحلة انتقالية بيزيد الإيجار 15% كل سنة وأجد أمامي تحديات عند حضرتك حوالي 60% أو 70% من الأماكن اللي تملكها المؤسسات الصحفية كلها مؤجر مكاتب توزيع تحرير وغيره كل ده عندي المكتبات بتاعتي كلها مؤجر طب أعمل إيه؟ ما هو يخرج من السوق وإحنا عندنا أزمة يا أواجه هذه التحديات كان قدامنا قدام در معرفة عبخال إساراتودينا بدأت فيها الحياة من 73 كان فيه ستاندرد ستينشتري ده كان بيعرض تجهيزات المكاتب ومن كل شيء وفيه برناسوس دلوقتي القطاع الخاص كتير قوي بيشتغلوا في هذا المجال هو يعني هل هذا لا يجوز لمؤسسة صحفية النهاردة يعني وفرت تجهيزات المكاتب في دار معرفة ولكن في حاجة غريبة جدا أنه مكنة فرم الورق معمولة على هيئة اللي هو الماء يعني اللي هو التانجة أو حاجة زي كي بقبل حداتك لما تفتح بتاعاتي المكنة فرم ورق فقلت له مفتاح الكرتونة وكتبوا عليها الاسم بالعربي بدل الاسم الإنجليزي ويروح لكن هم تم إدخال أجهزة منزلية وسط هذا الكلام هو ده بالفعل قيل وقتها لكن أنا مبسوط حدحت طبعا فلما الناس راحت وجدت هذا الكلام حتى طبعا تحدث يعني ألاف المنصات والمحطات التلفزيونية وزارة الحقيقة حضرتك أنا لازم عمل بلانس بين لما وفر أدوات كتابية لعب أطفال وسائل تعليمية ده جزء مكمل يعني إرادات إضافة المكمل للنشاط المؤسسة كانت اقتصادي كمان في الآخر ولازم يبحث عن القارئ حضرتك وانت داخل وانت مدير شركة طب وليه تجهيزات مكاتب حتى أخذها وخبال حضرتك بدلاً ما تروح مكان تاني لقيت وسائل تعليمية هو ده دورنا هي على كل حال هي كانت جملة اعتراضية أنا بس أردت أن لا 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 لك الأكس أنا سعيد نعمل خلال حضرتك حضرتك تشرح لي ده ده بس أنا عايز أختم هذا الحوار الشيق بجملة تلغرافية رسالة بتوجهها للشباب تغريهم فيها بزيارة معرض الكتاب تقول لهم إيه في ألف نشر ألف خمسة واربعين نشر من مصر والدول العربية ده غير المشاركين بطريقة غير مباشرة يصلوا لألفين نشر منتظرين الزيارة ونحن في خدمة القارئ وخدمة الثقافة العربية والمصرية موفرين يعني مبادرات وحاجات كتيرة جدا فيه فعاليات ثقافية اللي هي لأول مرة يعني تتم في الوطن العربي وبدأت كل المعارض تحزو حزونا بدأت من مصر مصر الرياضة هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا تلاقي فيه جنح للأطفال لأول مرة عملنا صراحة خمسة عملنا سنة الفات للأطفال والسنة دي بتقدم حاجات كتيرة جدا بتقدم المبدع أول رائد من رواد كتب الأطفال كامل كلاني وده لدار المعارف كمان يعني طبعا بدأ عندنا موجود فيه صلاح جاهين اللي هو شخصية المعرض طبعا شخصية المعرض المعرض فيه أكتر من مؤتمر وفعاليات ثقافية من دول العالم تعالى تمتع تعالى شوف مصر بتعمل إيه وبتقدم إيه مصر قادرة ومصر تستطيع بإذن الله تعدي أي أزمة وبالثقافة على فكرة وبيناء الإنسان يمكن اللي مأكد عليها سيادة الرئيس في البرنامج بتاعنا أنا بيتكلم أنه بناء الإنسان الثقافة والصحة والتعليم يعني إحنا أحد الأضلع الثلاث متشوقين جدا يوسيس سعيد لزيارة معرض القاهرة الدولي لكتاب الافتتاح حيكون الخميس لكن الافتتاح للجمهور بدء زيارات من أو الأربعة الافتتاح الرسمي الأربعة إن شاء الله والخميس حيفتح للجمهور إن شاء الله إن شاء الله أنا ألتقي هناك بإذن الله لفكرة فيه ميزة فيه معرض القاهرة الدولي الكتاب إنه أكبر فترة للبيع فيه معرض القاهرة الكتاب مش موجودة فيه أي معرض تاني مافيش معرض بيزيد عن عشر تيام ساعات العمل مفتوحة فيعني والمناخ جازب أنا بشكرك جدا الأكتاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد النشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف على هذا الحوار الثري والغاني بالأفكار والمبادرات شكرا جزيلا لحضرتك ومشاهدين بشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في الأسبوع المقبل في نفس هذا الموعد إلى اللقاء